وتعد هذه الضربة الأمنية الجديدة عملية قاصمة لأحلام تنظيم داعش في المملكة بعد تقويض عمليات الأمنية التي كانت على وشك التنفيذ وحاول التنظيم تشويش تحرك الأمن خلال الحج بالتركيز على وسائل غير مباشرة ولكن باءت جميع خططه بالفشل الذريع قضت يقضة الأمن على ما تبقى من أحلام داعش في السعودية وانقض الأسد الأمني على الخراف المنفردة التي كانت على وشك تنفيذ جملة عمليات إرهابية ويبدو أن الراسخين في إشاعة الفوضى باتوا أكثر تهالكاً عما قبل فالمراقب للمقبوض عليهم والمجرمين الذين نفذوا عمليات سابقة يجزم بأن خبرتهم تقل عن سلفهم في دهاليز التخريب عبثاً حاول التنظيم تشويش تحرك الأمن خلال الحج بالتركيز على رسائل غير مباشرة وعمليات مهترئة بخط مفتوح من الرياض إلى شمال السعودية العمليات التي جرت كانت فاشلة نسبياً إذا ما قرنت بالعمليات الإرهابية التي تخلف خسائر متوسطة أو فادحة أحياناً لفتة سريعة لسيرة من قتل اليوم أو قبض عليه تشيي بسخافة من باتوا يحسبون أنفسهم أبطالاً وتشير المعلومات التي كشفت عنها الداخلية اليوم إلى أن الهالك عقيل بن عميش بن عقيل العقيل المطيري الذي قتل بعد إطلاقه النار على الأمن في الدمام يوم الأحد كان ممن منح الفرصة بعد قضائه فترة السجن إثر خروجه إلى العراق ولو عادت الذاكرة الأمنية إلى الوراء قليلاً وتحديداً إلى العام 2010 لوجد أن المطيري كان يحمل الرقم 57 في قائمة المطلوبين الـ 85 سلم نفسه وتمت استعادته من العراق وسجن ثلاث سنوات وبعد خروجه تسلل لليمن عوضاً عن بقائه مع أسرته والانخراط في فرصة الحياة الجديدة التي وهبت له عاد متسللاً للمملكة ليعيش حياة بائسة يتنقل خلالها ببطاقة يمنية مزورة وتكشف معلومات الإخبارية أن فهد فلاح الحربي الذي قبض عليه في الدمام يعد منسقاً وداعماً لوجستياً للاتصال بين أفراد الخلية وداعش بينما تشير معلومات أولية إلى أن المقبوض عليه الثاني في الدمام مهند العتيبي كان ناشطاً في التحريض على شبكات التواصل وتتضح نزعته للتشدد والعنف ويغرد تغريدات تحث على الكراهية وينتظم في منصات إعلامية داعشة متعددة وسبق لفيصل الغامد المطلوب الذي سلم نفسه في حي الأندلس بالرياض أن هدد والديه بالقتل وقدم خدمات متعددة لأفراد الخلية ويبدو أن الهزائم التي يتلقاها التنظيم في السعودية أخذ التتوالى لا سيما وأنه يجد رفضاً اجتماعياً حاداً في البلاد الأمن السعودي جفف منابع القاعدة من قبل وهاهو الآن يفتت التنظيم المراهق ولن يكون اللسان حال داعش إلا أنه هالك ويتقلص